جينا في الديئة تسعين زائد واحد هي مش في الديئة تسعين زائد واحد هي في الديئة اربعة وتمانين يا رب نصر تجيبهن بالتوقيتات لانها مهمة جدا يا رب ها يعني هيبقى مهمة جدا عايز اقول لكم هنا هو وقف اللعب في الدقيقة اربعة وتمانين عشان يروح للفار وحوريكم اللعبة الحقيقة ادي اللعبة ودي دراع الراجل جنبه دراعه جنبه ايدي جنبه ست دقايق عدنا ست دقايق تلتمية وستين ثانية واخر حد برضه تشوفه ممكن يكون هو الحكم يعني اخر واحد ممكن تشوفه هو الحكم كل الناس لو الكاميرا فتحت كل المصور موجود والولد بتاع الكور موجود والاداري موجود والاحتياطي موجود كله موجود لو فيه صورة كاملة نصري بقى احسن عشان الناس تشوفه لان الحياة المنظر كان غريب جدا اه مين ده متعرفش حد من اللي احتياطي هتلاقي الولد بتاع الكور موجود هتلاقي الاتنين المدربين موجودين هتلاقي كل موجود اي حد ايه ده بنالتي ماشي خلاص بعد ست دقائق بعد ست دقائق تخيلوا بقى لو كل لعبة بناخد فيها اربع خمس ست دقائق ودخل احمد كامل تاني وحطاه برضو بمهارة بقت اتنين واحد هنا الجون مكتوب الدية تسعين زايد واحد هي البنالتي في الدية اربعة وتمانين التزديد تسعين زايد واحد ثم في الثواني الاخيرة بقى من الوقت الاصلي سقوط وهو واقف شايفها وبعدين الفار طارق مجدي هو الاستدعاء هنا نشوف اللعبة كده راح خمس دقائق بالامانة الشديدة لا هنا بنالتي ولا هنا بنالتي بمنتهى الامانة لا دي بنالتي ولا بتاعت البنك الاهلي بنالتي الاولانين الاتنين ما عنديش مشاكل خالص فيها الاتنين التانين مشاكل كتيرة جدا بس هنا بقى المظاهرة زادت هنا بقى زادت بقى لعبة من الملعب مصورين مدربين اما الغرف ملابس الولاد بتوع الملاعب كل الناس دي هي قصة بسيطة جدا عشان تنهي ازمة الفار دي مع الناس حاجة من الاتنين يا تحط الفار هناك عند الدرجة التالتة وما حدش يجي لك اما تعمل حرم حرم للفار هنا ده الحرم ده ممنوع منعا باتا تواجد اي حد في المكان ده ممنوع خالص ده اسمه حرم الفار يا اما بقى الحكم لما تبقى في لعبة محتاجة فار يروح للفريتين بستأذن حضرتك يا فندم بجيب حضرتك ايوة فندم بستأذنكو بس لو ازنتولي يعني عايز يا فندم اخش قط الفار بس عشان الزحمة فخش اتأكد من قط الفار وارجع لحضرتكو يعني ازا ما ازا ما اتضايقتوش يعني بعد ازن حضرتكو هذا ينفع هو ده ينفع ايه ده ده انا بتفرج على ماتشاط نهائي النهائي اللي يعني اعظم نهائيات مفيش نفر مفيش بني ادم مفيش مخلوق لكن بالشكل ده ده مظاهرة موجودة في ارض الملع طويل طويل